اغرب 11 قصة حقيقية في العالم القصة الاولى بعنوان امرأة لا تنام في جنوب دولة فيتنام في امرأة عندها 54 سنة اسمها تيلي هانج بتقول ان عنها مدقتش طعم النوم 31 سنة وبسبب ده دفعت نفسها للانتحار مرطين ده الواحد مننا لو منامش ومن على بعض بيقع من طوله فما بالك بقى دي بتقول بقى لها 31 سنة منامتش وقالت انها راحت لكتير من الاطباء لكن كلهم فشلوا في انهم يلاقوا حل حتى الادوية المنومة والمخدرة والمسكنة ما عملتش اي مفعول مع حالتها وقالت ان حالتها دي جات بعد ما ولدت الطفل الاول القصة التانية بعنوان دولة لا يوجد بها اطفال مفيش حد يعرف ان دولة الفاتيكان ما فيهاش اطفال والسبب ان الغالبية العظمة من سكانها من الرهبان والراهبات اللي بيحرم عليهم دينهم الزواج وبالتالي لا مجال لوجود اطفال او سامع صريخ طفل ليل او نهار عدد سكانها ما يعدش الالفين نسمة عشان تبقى هي الدولة الوحيدة اللي مفيهاش صوت طفل اعتقد انها دولة مناسبة جدا للناس اللي مش بيحبوا صريخ الاطفال بس في الاول والاخر الحمد لله على نعمة الاسلام القصة التالتة بعنوان قصوة الاباء في احدى الدول حبس والدان ابنهم لمدة 14 سنة لانه دهي او عاكس فتاة لما كان عنده 9 سنين وعشان يقدبوه حبسوه في غرفة منفردة داخل المنزل لا يغادرها ابدا لأي سبب ولما عفع عنه ابواء بعد 14 سنة كان شعره تول لحد ما وصل لخسره وكبرت دوافره بشكل مرعب جدا وبسبب انهم منعوا الكلام معه طوال تلك السنوات ومنعوا اي حد انه يقرب من قطه وصيبوا الطفل بامراض نفسية جعلته نزيلا بمستشفى الامراض النفسية الكصة الرابعة بعنوان يتزوج 25 مرة في عام واحد في دولة يغسلافيا صابي شغال حلاء تزوج هو عنده 9 سنين 25 مرة خلال سنة واحدة بس الكصة الخمسة بعنوان اطول امرأة في التاريخ تسمى ماريا فيدا توفت في برلين وهي عندها 7 سنين ورغم صغر عمرها الان طولها في الوقت ده وصل ل255 سنتيمتر الكصة السادسة بعنوان واشم على اللسان طلبت صوفيا وولف من احد الرسامين المشهورين بالواشم انه يرسم صورة لزوجها على لسانها بالواشم معترفة بان لسانها الصليط هو السبب في موت زوجها الكصة السابع بعنوان ابهز جنازة هي جنازة وينستون تشارشر اللي تولى رئاسة وزراء بريطانيا الفترتين كما انه فاز بجائزة نوبل للاداب لانه كان كاتب بارع جدا ولو فضل كبير في هزيمة هتلر في الحرب العالمية التانية وعند وفاته عام 1965 تم تكلفة جنازاته ميازين عن 4 ملايين دولار الكصة التمنى بعنوان 130 حفيد اه كواي هو معمر صيني من ابناء مدينة كانسو عايش حتى عاصر عشرة اجيال من احفاده وقد شهد عصر السعادة الزهبية ولما بحث امبراطور الصين في الوقت ده عن اسعد رجل في الامبراطورية اختار هذا الجد الذي بلغ عدد احفاده 130 حفيد حتى عام 1790 الكصة التسع بعنوان اقوى صوت بشري صاحب اقوى صوت بشري كان الرجل من انجلترا مات هو عنده 80 سنة كان بيشتعل في مزرعته اللي تبد عن المنزل ما يزيد عن 3 كيلو متر وينادي على زوجته عشان تجهز العشاء ولما يوصل للمنزل يلاقيها مجهاز العشاء فعلا القصة العشرة بعنوان يتحكم في نباطات قلبه اشتهر الجنرال تاونزيند من لندن بقدرته على مراقبة نباطات قلبه والتحكم فيها وكمان يقدر يوقفها وتأكد من كده طبيبان شهيران هم تشاين و بايرت وذكروك حالة فعلية مسجلة وفي يوم من الايام وقف دقات قلبه لمدة نصف ساعة كاملة لكنه ما استناش كتير ومات بعدها بتمن ايام القصة الحداشر بعنوان مدبسة بشرية في بوهمية و بالتحديد في منطقة فوتافة تعد لعبة المدبسة البشرية من التسليات المنتشرة وفي مباراة ادر ملك احد القبائل الغجارية انه يوصل لرقم كياسي بغرز ثلاث تلاف متين دبوس في دريعه وابقاءها لمدة واحد وثلاثين ساعة متواصلة ودخن في عام الف تسعمائة تمانية وتلاتين ترجمة نانسي قنقر